جماعة اليوم في عندي فيديو مهم جدا راح أتكلم عن صفقة رائعة أشوفها في السوق حاليا وهذه من نوع الصفقات اللي في العادة تكون أرباحة هائلة إذا تم تنفيذها بطريقة جيدة فرح أتكلم عن كل الأشياء اللي لازم تعرفها وراح أوريكم إيش اللي لازم تركزوا عليه لأنه في خلال يومين فقط راح يكون أو راح نحصل على تقلبات هائلة في البيتكوين فلازم تكون منتبه لهذا الشيء علشان ما تتفاجأ وراح أتكلم عن كل الأشياء اللي لازم تعرفها في البيتكوين على المدى القصير والمدى الطويل كمان مرحبا بكم مرة أخرى اسمي أنصور وقدم لكم فيديوهات عن العملة الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا انت تجد على هذا القناة سووا سبسكرايب وفعل الجرس الآن وجماعة زي ما قلت هذا الفيديو لازم تشوفوه من البداية إلى النهاية لأنه راح أتكلم عن صفقة أعتبرها صفقة رائعة جدا فراح أعطيكم وراح أتكلم عن كل تفاصيل هذه الصفقة علشان تقدروا تستفيدوا منها كمان طيب أول شيء هنا عندنا على فريم الأربع ساعات إيش اللي نقدر نشوفه هنا في البيتكوين طيب انتوا عارفين يا جماعة أنه أمس في فيديو تبعي تكلمت عن أنه هذا الخط عند 22300 دولار راح يكون مستوى مقاومة قوي جدا هنا للبيتكوين والآن تقدروا تشوفوا جماعة أنه إحنا تماما تحت هذا الخط تقدروا تشوفوا أنه حاولنا نكسر وندخل داخل هذا الخط هنا بهذه الشمعة ولكن حصلنا على رفض والآن نحصل هنا على محاولة أخرى لكسر هذا المستوى للأعلى فهذه الآن منطقة حساسة أو يعني نقطة حساسة جدا للبيتكوين هل راح نقدر نكسر هذا المستوى هنا للأعلى وهذا بالتالي راح يأخذنا إلى مستوى المقاومة اللي بعده الخط البني الكبير عند 24500 دولار أو هل راح نحصل على الرفض من عند هذا المستوى للأسفل جماعة خليكم ركزين على هذا الشيء لأنه هنا في الأسواق التقليدية كمان إحنا عند موقف مشابه في عندنا هنا في الأسواق التقليدية خط المقاومة المهم هنا عند 4113 دولار فيعني إذا قدرنا أن نكسر هذا المستوى أكيد هذا راح يقود إلى بمب هنا في الأسواق التقليدية وبالتالي كمان أكيد بمب وارتفاع في البيتكوين فإحنا الآن عند منطقة حساسة ومهمة جدا وانا الحين يعني ما أقول أنه إحنا مم يعني ما نقدر أنه إحنا نكسر فوق هذا المستوى ولكن إذا كسرنا هذا المستوى هنا عند 22500 دولار ففي عندنا مستوى مقاومة قوي آخر هنا عند 24500 دولار فهل أنا الآن بيريش في البيتكوين؟ أكيد أنا مش بيريش في البيتكوين ولكن نشوفه أكيد على المدى المتوسط والمدى الطويل أنا بوليش جداً إنتوا عارفين هذا الشيء إذا أنتم متابعين فيديوهاتي في السابق ولكن لازم نكون حذرين هنا عند مستويات المقاومة القوية هذه هنا فهذا الآن يقودني إلى الصفقة الرائعة التي تكلمت عنها نوع الصفقات هذه في العادة يعتبر على المدى الطويل ويعتبر كمان أكثر أماناً دعوني أشرح ما معنا هذا الشيء شاهدوا هذا هنا اللي عدد تنازلي لتنصيف البيتكوين تكلمت عن هذا الشيء كمان في الفيديوهات السابقة ولكن الآن نقدر نشوف أنه للسباق عندنا سنة و 157 يوم إلى أن نصل إلى التنصيف أو تنصيف البيتكوين فيعني فترة طويلة صحيح؟ ولكن هل المفروض أنك تجهز وقت التنصيف نفسه؟ أو هل المفروض أنك تجهز الآن؟ دعوني نشوف تاريخياً ملاحظة جانبية جماعة في أثناء تحرير الفيديو لاحظت أنه بعض الأوقات لما كنت أشر كان يوضح المؤشر وما كان يوضح سعر البيتكوين فيعني بعض الأرقام رح تكون هنا غير صحيحة في الفيديو ولكن بغض النظر رح تشوفوا أنه الترند لسه نفسه زي ما رح أوضح لكم إياه في الشرح طيب هذا هنا تشارت البيتكوين في عندنا هذا الريمبو الجميل ولكن بغض النظر يعني اتغاضوا عن الريمبو تركزوا جماعة على التنصيف نشوف أول تنصيف اللي حصل هنا كان في عام 2012 فخلونا نشوف فين كان سعر البيتكوين السنة قبل التنصيف فهذا التنصيف حصل في شهر نوبمبر 2012 فخلونا نشوف يعني شيء مثل يناير 2012 نشوف أنه السعر كان عند 7 دولار فنشوف أنه في خلال هذه المدة أو في خلال هذه السنة السعر طلع حدة إكسات إلى أن وصلنا إلى التنصيف طيب والآن خلونا نشوف على التنصيف الثاني اللي حصل هنا في عام 2016 في أثناء هذا التنصيف السعر كان عند 3400 دولار والتنصيف حصل هنا في شهر 7 2016 فخلونا نشوف فين كان سعر البيتكوين سنة قبل هذه الفترة يعني نرجع إلى سنة 2015 فخلونا نرجع مثلا إلى هذه المنطقة وخلونا نقول مثلا السعر كان عند 400 دولار فيعني حتى في وقت التنصيف إذا شفنا على سعر البيتكوين سنة قبل فترة التنصيف فنشوف أنه كان فيه ارتفاع بنسبة أقل شيء 100% هنا إلى هذه الفترة وبعدين بعد التنصيف أكيد ارتفعنا وحصلنا على هذا الارتفاع الهائل في سعر البيتكوين وهذا كمان نفس الشيء اللي حصل هنا في التنصيف الأول بعد التنصيف حصلنا على هذا الارتفاع الهائل في سعر البيتكوين طيب الآن خلونا نشوف على التنصيف الثالث اللي حصل في عام 2020 وهذا التنصيف حصل في شهر 5 2020 والسعر هنا كان أو سعر البيتكوين كان عند 8000 وخلونا نقول 9000 دولار فإذا شفنا على السعر هنا سنة قبل هذه الفترة فهذا سيكون في أوائل سنة 2019 يعني في الواقع سيكون هنا عند إلقاء لما كان البيتكون عند 3000 دولار فيعني حتى قبل التنصيف بسنة احنا ارتفعنا بعدة إكسات من النقطة اللي كنا فيها سنة قبل التنصيف وحطوا في بالكم أننا كمان عدنا في هذه الفترة فترة الانهيار والأزمة الاقتصادية وبعدين بعد التنصيف حصلنا على بوم ارتفاع قوي في سعر البيتكون الأعلى طيب فإيش اللي أحاول لوصل لنا الآن وهو أنه لازم تجهز سنة قبل التنصيف يعني إذا عايز تخل في صفقة التنصيف هذه واللي اعتبرها أنا بالنسبة لي صراحة صفقة رائعة جدا هذه أحد الصفقات اللي اعتقد أنها راح تتم بنسبة ربح جيدة جدا وإحنا بالفعل شفنا عدة شارتات توضح لنا أنه إحنا قد وصلنا للقاع شفناها على الانتشين وشفنا على عدة شارتات فيوجد عدة شارتات وضحت أنه إحنا وصلنا للقاع وكمان عندنا مؤشر الهاش ربينز اللي وطلع لنا هذه الإشارة الخضراء وهذه تعتبر كمان إشارة أو تشارت موثوق جدا في السابق فعندنا عدة مؤشرات تقولنا أنه وصلنا للقاع واعتقد أنه هذا هو الوقت المناسب اللي المفروض واحد يحط في عن الاعتبار أنه يدخل في صفقة المدى الطويل هذا هنا في البيتكوين ولكن في شيء لازم تكون مجهز له وهو أنه إحنا للسبعيدين من فترة التنصيف هذه فرح يكون في عندك تقلبات إلى أن نصل إلى فترة التنصيف هذه فرح يكون في عندنا هذه التقلبات فلازم أن الواحد يحط هذا الشيء في باله لأن هذه الصفقة على المدى الطويل ورح تظل متمسك لفترة طويلة جدا فحبت أن أشارك معكم هذه الصفقة أنا رح أدخل في هذه الصفقة ورح أدخل عن طريق منصة الفيميكس ورح أكيد أوريكم المستويات بالضبط اللي رح أدخل عندها ولكن الآن لسه في شيء واحد أنا مستني طيب نقدر نشوف جماعة الآن أنه إحنا تحت هذا خط المقاومة القوي عند 22500 دولار وكمان إلى أسواق تقليدية تحت هذا المستوى مستوى المقاومة القوي طيب في خلال يومين رح يكون في عندنا حدث مهم جدا الحدث اللي أقصده هو إعلان معدل لتضخم لشهر أغسطس وأكيد زي ما إحنا عارفين أنه إذا طلعت معدلات التضخم أقل من المتوقعة يعني إذا إجراءات الفدر الأمريكي أثمرت وطلع منها فائدة فرح نخترق هذه المستويات رح نتجاوز هذه المستويات واحتمال كمان أنه إحنا نرتفع فوق هذا المستوى فوق مستوى 25 ألف دولار ولكن إذا حصلنا على معدلات تضخم عالية فأتوقع أنه إحنا رح نمشي بشكل جانب هنا ونحصل على هبوت كمان ولكن زي ما تعرفوا جماعة أنه أنا قلت في المرات السابقة أنه أعتقد أنه تضخم خلاص وصل إلى قمة فإذا لازم أنه أحط رهاني فأنا رح أحط رهاني على أنه البيتكوين رح يرتفع هنا بعد الإعلان عن معدلات التضخم هذه فأنا لسه مستني هذه البيانات وهذه المعدلات إلى أن تطلع بسبب ضغط أو قوة المستويات هذه هنا لأنه كمان نعرف أنه في عندنا مستوى مقاومة فوق 24 ألف دولار كمان فيعني أقل شيء رح أستنى إلى أن تطلع معدلات أو البيانات هذه وبعدها رح أعمل تقييم للوضع وأدخل صفقة في البيتكوين هنا صفقة على المدى الطويل في الفيميكس إلى فترة التنصيف صحيح زي ما أنتم عارفين ممكن أن المدة هذه تكون شكلها طويلة يعني سنة ونص ولكن جماعة هذه صفقة على المدى الطويل وزي ما نشوفها جماعة هنا أنه في ناس كثير وبالذات الآن في ناس كثير الآن عارفين أن البيتكوين يرتفع بشكل كبير من بعد فترة التنصيف فأكيد بالتالي رح يحاولوا أنهم يوضعوا نفسهم ويدخلوا في فترة طويلة قبل التنصيف علشان يستفيدوا من كل هذا الصعود في البيتكوين فهذه هي جماعة الصفقة اللي حبيت أني أشاركها معكم وأكيد رح أشاركها معكم في أثناء ما أبني هذه الصفقة وشيء أخير أريد أن أتكلم عنه وهو مؤشر الـ RSI هنا على هذا المؤشر يا جماعة لازم تراقبوا الكسر من هذه الوجه الهابطة في مؤشر الـ RSI لأنه نحن تماما عند هذا التريند لاين في الأعلى وتقدروا تشوفوا أنه في العادة لما نكسر هذا التريند لاين أو هذا الوجه الأعلى نحصل على ارتفاع قوي جدا هنا في البيتكوين طبعا هذا على الفريم الأسبوعي ونقدر نشوف هذا الشيء هنا كمان فرح أتكلم عن هذا الشيء بشكل أكثر في فيديو بكرة ولكن الآن إذا عايز تدخل أو تسجل في الفيميكس فتقدر تحصل على بونص بقيمة 4500 دولار عن طريق تسجيل من رابط الفيميكس هذا هنا الموجود تحت في صندوق الوصف فحاولوا تستغلوا هذا العرض إذا عايزين طب جماعة هذا كان كل شيء عندكم اليوم بتوفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم